في هذا الفيديو رح خليك تفهم الفن القتالي الأرضي ولعبة الشطرنج البشري الجوجوتسو البرازيلية وأعطيك نبذة عن تاريخها في أقل من دقيقتين لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس على الدوزر لاب عشان تشوفوا محتوى بخص الفنون القتالية نبذة عن تاريخ الجوجوتسو البرازيلية الجوجوتسو هي كلمة معناها الحرفي الفن اللين أو الفن اللطيف بدأت قبل أكثر من 500 سنة عند مقاتلين الساموراي في اليابان كان الهدف منها أنهم يلاقوا فن قتالي للقتال لما يكون المقاتل في ساحة المعركة بدون الحصان طبعه وبدون سلاحه وبدون درع طبعه بحيث أنه يستخدم جسمه كسلاح وكمان للقتال ضد شخص لابس درع تقيل مثل دروع الساموراي سابقا وتم تسميتها بالجوجوتسو البرازيلية عام 1920 لما وصلت البرازيل عن طريق لتسويو مايدا وتم تطويرها عن طريق ما هي الجوجوتسو؟ هو فن قتالي بماكنك من أنك تسوي عدة مهارات اتجاه الخاصة بتعطي فرصة لشخص صغير حجما أو ضعيف بدنيا بإخضاع أو تثبيت شخص أكبر حجما أو أقوى بدنيا وبتستند لثلاث أسس رئيسية أولا حركات الإسقاط أي كل حركة يتم فيها إسقاط الخصم من وضعية الوقوف إلى الأرض ثانيا السيطرة تعني القوة أو القدرة على السيطرة على الخصم سواء في الحركات الأرضية أو في أي وضع آخر من حيث الانتقال من وضعية لأخرى كيفية الهرب أو التخلص من أي وضعية أو مسكة ثالثا حركات الإخضاع هي حركات بتقوم بإخضاع الخصم إما عن طريق التهديد بكسر مفاصل الجسن أو بحركات تقوم بخنق الخصم أو الشد الزائد على الليف العضلي مما يؤدي إلى الإخضاع طبعا عشان تضبط هاي المهارات والتكنيكات الموضوع رح ياخد منك سنوات اكتبوا في التحليقات تحت إذا فيه أي حركة معينة في الجوجودس وبتحبوا تتعلموها وراح أسوي فيديو عنها سلامات شكرا